السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين وبعد أحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي ونحن الليلة على موعد مع اللقاء الواحد والخمسين من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان ولازلنا مع حديث جبريل الذي يجتمل على الدين كله كما قال عليه الصلاة والسلام إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ولزال حديثنا بفضل ربنا جل وعلا عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند هذا السؤال ما هو موضع القنوط في صلاة الوتر والجواب يجوز القنوط في الركعة الأخيرة من الوتر بعد الركوع يعني بعد الرفع من الركوع يقنط المصلي ثم يهوي إلى السجود ويجوز أيضا القنوط قبل الركوع هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول فقهاء أهل الحديث وقول طائفة كبيرة من السلف سدل مثلا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما في سنن بن ماجة بسنة صحيح سئل عن القنوط في صلاة الصبح فقال أنس كنا نقنط قبل الركوع وبعده الأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة كنا نقنط قبل الركوع وبعده وعند ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن علقمة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع إذن يجوز القنوط قبل الركوع في الركعة الأخيرة وبعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة كل هذا ثابت والأمر ولله الحمد والمنة واسع ولا نبغي أن نضيق ما وسع الله تبارك وتعالى والسؤال الآن ما هي الأدعية الواردة في دعاء القنوط ذكرت قبل ذلك هذا الدعاء النبوي الجليل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوط الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت وفي لغض وقني واصرف عني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت ورأى الإمام أحمد وأصحاب السنن الترمذي وأبو داود وابن ماجة والنسائي بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وطره اللهم إني أعوذ برضاك من صختك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وفي رواية عند عبد الرزاق في مصنفه والطبراني والبيهقي بسند صحيح أن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صليت خلف عمر عبد الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع أي من الركعة الأخيرة قنت بعد الرفع من الركوع أي في الركعة الأخيرة ورفع يديه وجهر بالدعاء وأيضا عن أبي عثمان النهدي عن عمر أنه كان يقنط بعد الركوع وعن العوام بن حمزة قال سألت أبا عثمان عن القنوت فقال بعد الركوع فقلت عن من يعني عن من أخذت هذا الحك فقال عن أبي بكر وعمر وعثمان والحديث رواه أحمد وابن أبي شيبة بسند حسن إذن يجوز القنوت في الوتري بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة وكذلك قبل الركوع في الركعة الأخيرة ما حكم رفع اليدين في دعاء القنوت يستحب يستحب رفع اليدين في دعاء القنوت يستحب رفع اليدين في دعاء القنوت وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو رواية عن أبي يوسف من الأحناف وبه قالت طائفة كبيرة من السلف يستحب رفع اليدين في دعاء القنوت استدل على ذلك بما راه مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتها أي ألقيت هذه الأسهم وقلت والله لا أنظرن إلى ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافعا يديه فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين إيه وجه الاستشهاد بالحديث ده أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء في الصلاة وهذا دل على مشروعية رفع اليدين في القنوت لقد روى الطبران والبيهقي وغيروهما بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة قراء القرآن الكريم وقتلهم في قصة أولئك الذين قتلوا قراء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال أنس لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما صلى الغدات رفع يديه دلل ماضح رفع يديه يدعو عليهم أي على أولئك الذين قتلوا قراء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واجه الدلالة أن رفع اليدين في الحديث وإن كان في قنوة النوازل ثابت وقنوة الوتري من جنس قنوة النوازل وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى طيب لا أقبل وإلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال سبحانه يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالحا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم الشاهد ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يمد يديه أن يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب لذلك في رواة أحمد وإبي داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين استشهد بالحديثين واضح ووجه الدلالة في الحديثين واضح فقنوة الوتر دعاء يدخل في عموم النصوص التي فيها استحباب رفع اليدين عند الدعاء ما دام أنه لم يرد دليل يدل على منع رفع اليدين في الدعاء وهناك عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم رفعوا أيديهم في القنوط فعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قال صليت خلف عمر بالخطاب رضي الله عنه فقانت بعد الركوع ورفع يديه وجهر في الدعاء والحديث رأى البيهقي بسنة صحيح طيب هنا مسألة قد يحدث بسببها خلاف كبير بين أبنائنا وإخواننا ألا وهي ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء في القنوط في الصلاة ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من دعاء القنوط في الصلاة والجواب للعلماء في المسألة قولان للعلماء في المسألة قولان الأول قالوا لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الانتهاء من الدعاء في قنوط الصلاة هذا مذب الشافعية والمالكية هو قول عند الأحناف ورواية عند الإمام يحمد وقالوا بأن هذا لم يثبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص الثابتة في رفع الأيدي أثناء الدعاء كثيرة جدا ولم ترد واقعة أنه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه بعد الانتهاء من الدعاء في قنوط الصلاة ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه مسح وجهه بيديه بعد الدعاء ولو كان هذا من فعله عليه الصلاة والسلام لا نقله إلينا الصحابة رضي الله عنهم فيبعد انتشار سن بينهم ثم لا تنقل إلينا لا سيما إذا كانت من السنن الظاهرة طيب قالوا الدعاء في الصلاة لا يستحب فيه مسح الوجه كسائر الأدعية الأخرى في الصلاة طيب هل يشرع مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء خارج الصلاة يبقى احنا اتفقنا على أن المسح داخل الصلاة بعد الانتاء من القنوط لا يشرع إذ لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعله أو أحد من أصحابه رضي الله عنهم طيب ما حط مسح على الوجه بعد الفراغ من الدعاء خارج الصلاة خارج الصلاة أنا أنا أدعو في أي وقت وأرفع يدي ورفع اليدين كما بينت مستحب إلا ما دل عليه الدليل بعدم رفع اليدين فيه وأريد أن أمسح على وجهي بعد الدعاء خارج الصلاة هذا ثابت ففي سنن الترمذي عن عمر رضي الخطاب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح به موجهه وفي حديث ابن عباس فإذا فرغت فامسح به موجهك حديث رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الحافظ محجر ورواية الترمذي من باب الأمانة العلمية ضعفها آخرون يبقى في قولان لأهل العلم في حكم المسح على الوجه أما الأول فهو في الصلاة ولا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من القنوط في الصلاة أما في خارج الصلاة فلا بأس بذلك فإذا فرغت أي من الدعاء فامسح بهما وجهك كما في سنن أبي داود وابن ماجه بسنة حسنه الحافظ ابن حجر والأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة وأختم أحكام القنوط في الوتري بحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من القنوط والجواب من السنة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من دعاء القنوط وهذا هو الصحيح من مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة وقد صح ذلك عن عمر رضي الخطاب رضي الله عنه وعن معاذ رضي الله عنه وعن غيرهما من الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول بعد فراغه من الوتري وهذه سنة قد تغيب عن بعض الناس كان يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته بالثالثة كما في حديث لذره أحمد وأبو داود والنساء بسند صحيح هذه بفضل الله جل وعلا صلاة الوتري وما يتعلق بها من أحكام تعال تعال بنا لننتقل للحديث عن صلاة أخرى عظيمة جليدة من صلوات التطوع ألا وهي صلاة الضحى ما تعرف صلاة الضحى وما هي صلاة الضحى صلاة الضحى هي الصلاة التي تؤدى في وقت الضحى ووقت الضحى هو أول النهار وهي صلاة مستحبة ليست واجبة بفضل الله بل مستحبة باتفاق الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا واستدل على ذلك بما رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة والسلامة هي مفاصل الإنسان مفاصل الإنسان وقد ثبت في حديث في صحيح مسلم أنها ثلاثمائة وستون مفصلة وهي ملتقى كل عظمين في جسد الإنسان وهي ملتقى كل عظمين في جسد الإنسان قال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة اشكر الله على هذه النعم العظيمة تصدق شكرا لله على هذه النعم التي غفل عن شكرها كثير مننا يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة اسمع اللقاية دي اسمع الجملة الأخيرة النبوية العظيمة دي ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى انظر إلى فضل صلاة الضحى هل تعرف هذا الفضل ويجزئ عن كل ذلك تلتمية وستين مفصل تحتاج تلتمية وستين صدقة فقط على هذه المفاصل كل يوم مع صبيحة كل نهار يجزئ عن ذلك كل ركعتان يركعهما من الضحى وفي رواية مسلم من حديث أبي الضرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وأن لا أنام حتى أوتر تاهن الرواية الجميلة دي في صحيح مسلم من حديث أبي الضرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وأن لا أنام حتى أوتر في رواية أبي هريرة قال رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوترت قبل أن أرقد والحديث رأى البخاري ومسلم كما في رواية أبي الدرداء التي ذكرتها أنفة في رواية أم المؤمن العائشة في صحيح مسلم وغيره قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله وعن زيد بن أرقب رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني الفصال هي صغار الإبل وصلاة الضحى وقتها حين ترمض الفصال أي حين تبرك صغار الإبل على الرمضاء على الرمل من شدة الحر وتسمى صلاة الضحى أيضا بصلاة الإشراق فصلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها فوقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح أو بمقدار رمح يعني بمقدار ربع ساعة تقريبا 12-13 دقيقة خذ بالأحوط بعد ربع ساعة من ارتفاع الشمس يبدأ وقت صلاة الضحى بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة إلى استواء الشمس قبل الزوال هذا مذب الأحناف والمالكية والحنابلة وبه قال الإمام الشافعي في أحد الوجهين عنه واستدل على ذلك بما رواه مسلم عن عمر بن عبسة رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت أخبرني يا رسول الله عن الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس يعني عند وقت الشروق حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحين إذن يسجد لها الكفار ثم صلي ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح حتى يستقل الظل بالرمح أي عند وقت الزوال وأفضل وقت لصلاة الضحى إذا علت الشمس واشتد حرها هذا مذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة واستدلوا على ذلك بحديث زين بن أرقب رضي الله عنه أنه رأى قوم يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل قد ذكرت الحديث قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى طيب ما عدد ركعات صلاة الضحى أقل ركعات الصلاة الضحى ركعتان وهذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله جميعا واستدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وقد ذكرت الحديث أنف قال أوصان خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى هذا هو الشاهد وركعتي الضحى وأن أتر قبل أن أنام وفي حديث أبي ذر الذي ذكرته يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسفيحة صدقة وكل تحميرة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى لم يثوت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى أقل من ركعتين والركعتان هما أقل ما يشرع في الصلوات باستثناء الوتر فقد يسن أن تصلي ركعة واحدة وطرة فلا يشرع ذلك إلا في الصلاة الوتر طيب ما أكثر ركعات صلاة الضحى اختلف أهل العلم في أكثر صلاة الضحى على أقوال أهمها قولان الأول أن أكثر صلاة الضحى ثمانية ركعات وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث أم هان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثمان ركعات سبحة الضحى صلى صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثمان ركعات سبحة الضحى والحديث رأي بخاري ومسلم هذا أكثر ما ورد من فعل عليه الصلاة والسلام في صلاة الضحى والأصل في العبادة التوقف القول الثاني اختاره الإمام ابن جري الطبر وغيره قالوا لا حد لأكثر صلاة الضحى واستدل على ذلك وغيره بحديث أم المؤمنين عائشة فيه صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله واستدل بحديث عمر الذي ذكرت وآنف قدمت المدينة فدخلت عليه فقلت أخبرني عن الصلاة يا رسول الله فقال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد له الكفار ثم صلي هكذا قال ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح أي عند الزوال أي حينما تكون الشمس في كبد السماء فوق رأس الإنسان ويكون الظل كله تحت قدمي وجه الدلالة في الحديث أن صلاة الضحى لا حد لأكثرها لأنه عليه الصلاة والسلام قال له ثم صلي ولم يذكر عددا محددا في صلاة الضحى وبهذا أيها الأحبة نكون باختصار شديد بفضل الله جل وعلا قد بينا صلاة الضحى وما يتعلق بها من أحكام نكتفي بهذا القدر والله تعالى أسأل أن يفقهنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم وأن يرزقنا العمل بما نتعلمه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا